واجتمع ولي العهد مع وزيرة الدفاع الاسبانية ماريا دولوس ديكوس بيدل بمقر قيادة الجيش في مدريد وفور وصول ولي العهد مقر وزارة الدفاع الاسبانية عزف السلامان الوطنيان واستعرضا حرس الشرف واستعرض ولي العهد مع وزيرة الدفاع الاسبانية العلاقات الثنائية ومجالة التعاون بين البلدين ومواصلة تطويره في الجانب الدفاعي والعسكري والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 20-30 وبحثات طورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف حضر الاجتماع الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا والوفد الرسمي لولي العهد وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإسبانية اشتركوا في القناة